السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا كل ما يسمعني. معكم الاستوصفاء من قناتي. كل ما يسمعنا العامة من راجع الفيديو. منساش يشترك ويفعلنا الجلس. اليوم فيديو عن نشاط الانسان في بيئتي وضعية عن نشاط الانسان في بيئتي في مادة الجغرافية لسنة اولى متوسط. هنتكلم عن وضعية عن البيئة الحرة وضعية عن البيئة المعتدلة وضعية ثالثة عن البيئة الباردة. اولا البيئة الحرة. وضعية بمقدمة وخاتمة. اترك فراغ مسافة كلمة. المنطقة الحرة تتميز بالحرارة والرطوبة العاليتين. والتي تضم البيئات الاستوائية والمدارية والصحراوية. فما هي نشاط الانسان في البيئة? فما هو نشاط الانسان في البيئة الحرة? فما هو? عفوا. فما هو نشاط الانسان في البيئة الحرة. اترك فراغ مسافة كلمة المقدمة العرض اترك فراغ ايضا. اه هتكلم عنه في العرض. الاجابة على الاشكالية. يمارس الانسان في المنطقة الحرة الزرع. وينتج في هذه المنطقة عدة محاصيل مثل القطن والموزل الناس والتمور والخضروات. ويعتمد في الرأي على النظام الفقارة. وقام يقوم بتربيت الاغنام والماعز والجمال. ويقوم باستخراج باستخراج البترول والغاز والمعادن. وبفضل هذه ثروة اصبحت منطقة الجزء بالسكان. وبالاضافة لاستغلال الثروة الخشبية والمعدنية من اجل انشاء مناطق سكانية وربطها بالطرق وتزويدها مثل المغطارات. الخاتمة وطرق فراغ. يمكن القول ان الانسان او يمكن القول ان الانسان اه ابن ابن بيئتي. يؤثر فيها ويتأثر بها. يؤثر فيها ويتأثر بها. اه الوضعية الثانية عن اه نشاط الانسان في البيئة الباردة. مقدمة تعد المنطقة الباردة من المناطق التي يصعب على الانسان التأقلم معها والعيش فيها. بسبب برودتها وتساقط الثلوج بها وطائها النباتي. فما هو نشاط الانسان في البيئة الباردة? الاجابة حتكون في العالم. يحاول سكان المناطق الباردة تأقلم مع طبيعة بيئتهم واستغلال ثرواتها فيقومون بصيد الحيوانات مثل الدببة والثعالب والفقمة والاسماك وعجول البحر وبيع فرائها. كذلك يقطعون الاشجار لاستغلال اخشابها. واما في اقليم التندرة فبدأت تظهر مؤسسات مختصة في الكهرباء وشاق الطرق والمحركات. اضع نقطة الخاتمة. اترك فراغ. وخلاصة القول ان الانسان ابني بيئتي ويتأثر ويتأثر ويؤثر فيها. لا تنسوا علامات الترقيم الفاصلات عند السؤال نضع علامة للسفاة تأترك فراغات كل فقرة جديدة مقدمة والعرض والخاتمة نقطة في نهاية المقدمة السؤال نضع علامة الاستفاة ونقطة في نهاية العرض ونقطة في نهاية الخاتمة. لا تنسوا علامات الترقيم ونطلق مهمة جدا. وضعية عن نشاط الانسان في البيئة الباردة. نقرأ الوضعية الثالثة عن نشاط الانسان في البيئة المعتدلة. مقدمة اطرق فراغ نسافة كلمة. تميز المنطقة المعتدلة باعتدال المناخ وارتفاع التساقط مما ادى اه الى تنوع الغطاء النباتي. مما ادى الى الى تنوع الغطاء النباتي. وتنوع الانشطة التي يمارس السكان في هذه البيئة. فما هي انشط الانسان في البيئة المعتدلة او نقول اه ثم هو نشاط الانسان في البيئة المعتدلة. العرض اطرق فراغ مسافة كلمة. يمارس الانسان في المياه البعتدلة الزراعة. وهي الاكثر انتشارا. حيث تمارس في المنطقة السهلية وعلى ضفاف الاودية. والسفوح الجبلية. والسفوح الجبلية. وتأخذ شكلين زراعة وسعة تستخدم تستخدم آلات مطورة. تأخذ شكلين. زراعة وسعة تستخدم آلات مطورة وتعتمد على ملكيات كبيرة. مرتودها كبير. وزراعة وزراعة كثيفة مساحتها محدودة وتتميز بالتنوع في المحاصيل الزراعية. وكما يمارس حرفة الصيد البري. وصيد الاسماك. ويمارس فيها ايضا الصناعات التقليدية. مثل صناعة الخزف والجلود والمجوهرات. والصناعة العصرية. مثل الصناعة الالكترونية والتكنولوجية. ولا ننسى قطع الخدمات. حيث سهم هذا القطع في توفير مناصب شغل للموظفين. مثل اللغة والتعليم والتجارة. هنا مثل اللغة والتعليم والتجارة والسياحة والنطل. خاتمة. وخلاصة القول. البيئة المعتدلة من احسن البيئات على سطح الكرة الارضية. حيث انها بيئة صالحة للعيش والاستقرار. ترغف رغم مسافة كلمة ضع نقطة في نهاية الخاتمة. وخلاصة القول. البيئة المعتدلة من احسن البيئات على سطح القرى الارضية. حيث انها بيئة صالحة للعيش والاستقرار. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة اشتراك اذا استمعني. تشير الفيديو اذا تستطيع وكومنت القناة نعرف رايك واللايك وتفعيل جرس اذا لا تنشاهد القناة اول باول. شكرا جزيلا والى اللقاء. اشتركوا في القناة